كتب قصيدة لما اطلعنا على كلمتها لإناها غاية في الجمال والإبداع والصفاء يعني إبداع لا يعكره ألم أو عمليات أو تمريض أو وجع وكأنه بشاعر في ذروة الصفاء بيكتب امرأة المطر قصيدة لا يعرف عنها أحد شيئا صحيح وكان يغير يغير عليها باستمرار يشتغل عليها يعني وسجلها بصوته أيضا أنت طلبتي منه أنك تسجليها صحيح أنا كنت باستمرار أطلب من عنده أنه يسجل أنه يعني يكون هناك يعني توثيق بالضبط لأعماله خاصة اللي لم ترى النور بعد يعني امرأة المطر قصيدة جديدة لكريم العراقي لم تنشر قبلا وقالها وهو على فراش المرض وبالتعاون مع إبداة الكبرى ضفاف تم تسجيل هذه القصيدة التي تذاع للمرة الأولى على الإطلاق امرأة المطر الليل والشباك والمطر الشديد الليل والشباك والمطر الشديد وأنا هنا في وفتي قلب وحيد فلأمحت أصفوري يقتسمان دفعا عاطفا لم يمنع المطر الرهيب ولا جموم العاصف فرحا كائي بغرنا لنبرة ملتاء حدثت نفسي ما ذك يا بنت ما لك خائصة قوم إليه بها تشيء قوم إليه باجرين صالحين فأو الذي مفتاح قلبك في يديه بعبارتين من الجوارع السعدي لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه شكواك للناس يا ابن الناس من قصة ومن من الناس صاحبه سقمه فالهم كالسيل فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتمو فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنمو وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هل المواساة يوما حررت وطن أم التعازي بديل إن هو العلم من يندب الحظ يطفئ عين همته لا عين للحظ إلا تبصر الهمم كم خابضني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم فدأس قلبي وكان القلب منزله فما وفائي لخل ما له قيم لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني جرحي عنيد بلسع النار يلتئم اشرب دموعك اشرب دموعك واجرع مرها عسلا يغز الشموع حريق وهي تبتسم ولجم همومك واسرج ظهرها فرسا وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم عدالة الأرض مذخلقت مزيفة والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم فالخير حمل وديع طيب قلق والشر ذئب خبيث ماكر نهم كل السكاكين صوب الشأت راكبة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد ترى الملذات تحت يدك تزدحم فالماء الوجه تمثالا من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عرشهم خدموا شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصموا كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم واحدة من أشهر القصائف بالشعر في اللي تتكلم على عدم قصيدة لا تشكر للناس جرح أنت صاحبه القصيدة دي منتشرة جدا بخلاف الأغنية يعني هي الناس حفظاها وبتتدولها كحكمة أو كمجموعة من الحكم صحيح إيه حكاية القصيدة دي هذه القصيدة ابتدت أساسا يعني في مطلع التسعينيات كي كتبت لأول مرة وقتها وكانت بالفعل أصبحت جزء من مطلع أغنية رحال اللي غنىها الفنان كاظم السهر بعد ما رجع المرض أخذ المطلع مرة أخرى وابتدى يكملها مرة ثانية ويستمر فيها يعني الأغنية دي كتبت على مرحلتين في الحياة صحيح هو كان عنده باستمرار هذه النقطة إنه في أغاني هي يمكن تكون شبه بعض بس هي في الحقيقة كأنه جزء أول وجزء ثاني منها يمكن هي نفس القصة يرجع بمشاعر الحاضر يشوفها بنظرة أخرى فيكتبها مرة ثانية أغنية سلامي مثلا الشهيرة جدا كانت في الحقيقة إلها جزء أول يعني بين قوسين اللي هي أغنية تحياتي أغنية وكتبت في الثمانينيات يعني تحياتي وسلامي ممكن نعتبرهم قصيدة واحدة بس برضو مقسمة آه يعني على جزءين ممكن هي مش قصيدة واحدة وإنما هي تقريبا نفس الفكرة بس رجع أخذها مرة أخرى كأنه يعني يسترسل آه وحتى قصائده اللي في الدواوين عامة يعني كنا في نقاش أنا وهو إنه إعادة طبع هذه الدواوين مرة أخرى خاصة إنها تطلب باستمرار ونفذت كل الطبعات السابقة فهو في لم يكن يعني مقتنع مية بالمية لأنه كان يحب أنه يرجع يعني يشوفهم بنظرة أخرى القصائد وبعدين بعدها ممكن يعني أعتقد أنه دي ظاهرة مش متكررة بكثرة يعني ما أعتقدش يعني يعني أعتقد أنه دي حاجة تخص كريم العراقي إنه نفس الفكرة أو أو بداية القصيدة يكملها بعد سنين أو يسترسل فيها أو يديها تأكيد في المعنى بقصيدة استكمالية آه صحيح وحتى أنا استغربت في الأول يعني فكرت إنه هو يعني كان رح يوافق على إعادة طبع الدواوين فتفاجأت إنه لا هو يحب إنه يشوفهم كل واحدة على حدة ويقرر إذا كانت فعلا يمكن اللي هو يشعر به حاليا وإذا راح يعني يرجع يضمنها في الديوان مرة أخرى طيب ما ليش عشان بس هرجع تاني لا تشكو للناس المقطع الأول كان من أغنية أغنية رحال آه وبعدها بكام سنة بقى كم القصيدة يمكن ثلاثين سنة أوف أحلى أو أقرب القصيدة إلى والدك كما قال لك أو على الأقل كما استشعرتي كانت هناك قصيدة اسمها عابر الصعبات كانت في وقت من الأوقات تطل لمسلسل عراقي أيا مش مشهورة كانت في الثمانينيات كانت قديمة إلى حد ما هو كان يعتز بها جدا كان يحبها يعني وكان فرح جدا لما تم استعادة نسخ منها يعني وتوفرت وانتشرت في وقت من الأوقات على السوشال وعلى اليوتيوب فكان فرح بها جدا كانت مقربة إلى جدا ليه؟ لا أعرف الحقيقة حتى أنا استغرقت هل كانت يعني تعتقد أني فيها كتير من صفاته وشيامه أو كما كان يرى نفسه أو يتمنى نفسه؟ آه صحيح لأنه يعني كان فيها من العزيمة والإصرار والقوة فعلى الأغلب هو وجد نفسه فيها يعني الصوت المسجل ده ده من تسجيلاتك معاه آه صحيح الأخيرة صحيح عابر الصعبات نعم يعني وهو على فراش المرض أعاد قراءة بعض قصائده صحيح هذه هي وكانت وحدة منها اللي سجلناها مع بعض يعني اللي هيعرض الوقت لأول مرة يعرض بصوت كريم العراقي صحيح هي ممكن تكون موجودة كتابة موجودة آه وموجودة كتير مغنات يعني بس بصوته غير موجودة آه النفس اللي أرادت تذل وتهون عذر وعذر تلقى وتمشي الأمور والنفس اللي أرادت تهد الجبال وانت الأصالة معدنك يا جسور يعمى البصر بس للبصيرة عيون ويذبلغ صنها وما تموت الجذور أيوب شافك من مئات السنين وعلى باب بيتك خلى باقة زهور أنت اللي كاتب على صدرك شعار البركة للضفدع والسمى للصجوك كريم العراقي البركة للضفدع والسمى للصجوك عزة وكبرياء كانت شخصيته كده يا ضفاف لم يسعد الحظ أن ألتقي بالشعر الكبير كريم العراقي دائما ما يعني معبرت عن إعجابي واحترامي ومحبتي له والأشعار إنما للأسف لم ألتقي وبالتالي بسألك الأسئلة اللي كان يمكن نفسي أسألها له إذا ما كنت ألتقيت فهو كانت شخصيته كده يا ضفاف صحيح صحيح جدا يعني كان عنده قوة يعني رهيبة وكان دائما يعني مثل ما حكينا يعني هو كان دائما يخفي يعني لا يظهر أبدا أنه يعاني أو هناك مشاكل أو أزمات أبدا كان دائما متفائل وهو فعلا يعني أقول دائما هو اسم على مسمى هو اسم على مسمى هو كريم وهو كريم بالفعل وعراقي عراقي الشكينة والقوة بس أميني كان الكبيب قرم ساهر حكى عن البدايات والفقر وضيق ذات اليد بس كان بيحكي بضحك وكأنه يعني بيواسي نفسه بالطرفة على الأيام دي والدك كان نفس الشيء ولا لا ما كانش برضو بيحكي عن الصعوبات المادية في البداية لا كان يحكي أكيد طبعا وذكرها في كثير من مقابلاته أنه هو حاول بشدة طرق أنه يكتب وأنه توصل كتاباته إلى الإذاوة التلفزيون وكان يحاول أنه يتعرف بالشعراء الكبار ويتعلم منه دائما الحديث هو عنها أكيد هو أنه اشتغل في كل شيء تقريبا اشتغل في مقهى كان يساعد أصدقائه في البناء هو يشيل الطوب ويشتغل فهو حاول بكل الطرق أكيد ويتذكرها طبعا بيذكرها ويضحك ولا يذكرها ويتأسى لا لا يضحك اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية